احبائي في سفر اعمال الرسل اصحاح 17 وآية كتير كتير حلوة في اصحاح 17 في آية 30 مكتوب فالله الآن يأمر جميع الناس في كل مكان ان يتوبوا متغاضيا عن ازمنة الجهل على طول في آية 31 يقول هذه العبارة لانه اقام يوما هو فيه مزمع ان يدين المسكون بالعدل برجل قد عينه مقدما للجميع ايمانا اذ اقامه من الاموات قيامة المسيح من الاموات تعطي الشرعية والمصداقية فعلا انه ابن الله اي انه كلمة الله وصورة الله الغير منظورة والقيامة اثبتت انه المسيح حي الى ابد الابدين فلذلك المسيح هو الديان ويوما ما كل البشر من رسل من انبياء من عظام من صغار مهما اختلفت النوعيات والجنسيات والمذاهب والطبقات الجميع سوف يقف امام دينونة الله امام الرب يسوع المسيح في دينونة تسمى العرش الابيض العظيم في هذه الدينونة اللي راح الدين الناس على رفضهم وعدم ايمانهم وعلى كل ما يرتكبوا من اثام وشرور ايضا في اسم الدين اشتركوا في القناة